هلو حبايب اشانكم ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة مشتاقة لكم كل شواية وشكرا من القلب على كل الرسائي اللي وصلتني على الواتساب على الفيسبوك اللي وصلتني ايضا على الانستجرام ممنونة منعتكم وشكرا لمحبتكم وشكرا لانكم افتقدتوني واليوم راح اخذكم بجولة بيتي لاول واخر مرة يعني على اساس انزل الجولة الاخر مرة بس وتعرفون هو بيت ايجار مو بيتي ولا حتى الاغراب مالتي يعني اخذتها مفروش كامل مكمل وكل شي بي استأجرتها تقريبا على مدار 20 يوم بداية وبعدين اخذتها على شهر بس ما بقت بي اكثر من تقريبا 42 يوم فقط لا غير شنو السبب اتركت المكان مالتي اوكي هم راح اجاوب على هذا السؤال اولا حبايب البيت كلش غالي هاي اولا ثانيا الخدمات اللي بيه بالرغم انه هو كلش حلو مرتب الموقع مالتي كلش منتاز بايطاليا يعني يمي السوبر ماركت يمي هواية مكانات للتسوق الحديقة الخدمات كلها كانت متوفرة يمي بس المشكلة انه البيت قلت لكم سعره غالي وثانيا حتى اكلات متجنت اقدر اسوي وانزل لكم لان الطبخ مالتي يسر بغاد حبايب فهذا الشي هواية كان يخوفني ويقيدني ان اسوي اكلات بالبيت بالاضافة الى شنو اه بالاضافة طبعا انا شنو بده انظف البيت ومريوما ده اتصورني لان هنا انا اه كان باقي لي ساعتين وعوف البيت اعني عفت البيت قبل ما يخلص الايجار اه تركته تقريبا كان يوم اثنين وعشرين بالشهر وليوم ثمانية وعشرين يعني صار ستة ايام من عفته بس منزلت لكم هذا الحدث ليش لانه هو حاليا اه يعني بغير مكان فلذلك اه كنت مجغولة همينا رحة زيارة الغير دولة وتعرفون انشغال ويا الاهل والاقارب وكذا فمي مصح لي انه انه انزل ولا الفيديوهات كلها موجودة وشان باقي لي فقط المونتاج تسبعون الهوسة ازين فهنا نعمل الملمة المسواق ماتي ازاي طبعا هاي ثاني وجبة مو اول وجبة فلازم انظف البيت لان اهنا ايش يقول القانون لازم من تطلعين من البيت السلمين البيت نظيف كلش نظيف مثل ما استلمتي بالبداية فاني استلمت البيت كلش نظيف يعني كانوا بنظفي على الاخير ومع ذلك اني نظفت قبل ما استخدم اي حاجة كانت موجودة بالبيت هزين هذا كان ميز الطعام اه اني فارشة فتش مفرش صغير وعلى مدناكل هنان اكنا في التحلاية بسيطة وهنان الميزان لانش ندع اوزن الجنط اه تعرفون بالسفر لازم واحد يوزن الجنط ولو السفر الداخلي ما بي جنط بس اني اخذت وزن اكسترا للجنط دفعت عليهم وحتى الحمامات كلها نظفتها طبعا هذا ثاني تنظيف قبل ما اطلع من الشقاء اول تنظيف نظفت الصبح وكان وجهار نايمين نظفت كل شي ورتبت وعقمت او لمعت الشبابي كلها ما بقت شي ما سويته فقلت اخر شي قبل ما يعني يجي علي ابن حماتي ياخذني عندهم للبيت قلت انظف اخر وجبة فلما انت كل شي خابرني قلي اني جاي ااخذكم طبعا بهذا الاثناء اني جنت رايحة اسوي تحليل بي سي ار اني وجهار ما قبل السفر وهنا البي سي ار ما يتأخر خلال 15 دقيقة ينطون نايم فاخذت التحليل ورجعت للبيت والجهار هنا انا طبعا اكيد جاعوا فسوينا شاي واكلنا مثل العصرونية هالشكل كيك وكرواسون وهالقاس مرب العالمين وبس وبعدين لملمنا كل الاغراض البقية اللي جلنا راحنا اخذهم مياه للسفر والبقية اللي مقدرنا ناخذهم ابن حماتي قال لي انا اجي ااخذهم بعدين من اسلم المفتح نزين بالنسبة للاسعار الاسعار حبايب الشقة بخمسمائة يورو يعني ستمائة دولار ما عدا تكلفة الغاز ما عدا تكلفة المي والكهرباء والطباخ يعني هذني كلهم على حدة دفعتهم انا باول عشرين يوم اخذ من عندي ستمائة وعشرين يورو هزين طبعا غرفة النوم هاي الاشياء كل هتشنت راح اخذها بالجنطة اللي راح اشيلها بالظهر ويعني اشياء اصلا انا راح استخدمها والشراشوف والمخادات كل هشلتها لانه كنت ما اخذتهم من حماتي فقدت ارجعهم وبعدين نخسلهم من ارجع شوف شلون فارتبت كل شي ونظفت كل شي اهنانه ازين فبالشهر الاخير يعني اخر شي يعني شهر بداية شهر الثاني اخذ من عندي اه شكال بالله اخذ من عندي خمسمائة يورو وبعدين اه من قلنا له طبعا ان انا اه شون اغلب الناس يعني شون يديقلون هو ما اخذ من عندك كلش هواية هذا استغلال ما يصير هالشكل اه لانه كل شهرين هم يسمون اه تحاسب يعني تجي ورقة الكهرباء كل شهرين فعموما اه اني دفعت ميتين وسبعين يورو بالعشرين يوم خدمات مع بين غاز ومي وكهرباء وهي تشي فبالثنين وعشرين يوم الاخيرة اللي انا اتفاجأت بالسعر فقمت اطفي الغاز وجوهم صار طيب وقم انه كل ما نطلع عني وجهان انصي المي الحار يعني هاي الخاصة انه تنطي تدفئة للبيت بالاضافة الى انه اي قلوب احنا ما نستعملها ما ننطفي ما نبقي مشؤول اي شي بالبيت المهم اجبتي الورقة او هو اللي قاله هو انه شفهي بدون ما ينطيني اي ورقة انه يريد مية وسبعين يورو فصارت علي هالثنين وعشرين يوم اشقيت خمسمية ستمية وسبعين يورو هزين؟ بثنين وعشرين يوم ستمية وسبعين يورو وبعشرين يوم اخذ من عندي ستمية وعشرين يورو طبعا هذا الشي مبالغ بي جدا لان هواي ناس سألت افضل من المكان اللي كنت قاعدة بي وسعره ثلاثمية وخمسين وكل شهرين يدفعون الكهرباء تجي تقريبا مية وخمسين الى مية وخمسة وسبعين اتنانا الفراش اللي عزلته واللي راح اخذه البيت حماتي يعان هذا كله يراد لغسل وشفته جناط ملاتنا اللي منقدرنا ناخذهم اكيد لانه هون منقدر ناخذ اكثر من عشرين كيلو والعشرين كيلو احنا جننا ندافعين على كل عشرين كيلو تقريبا مية وتلافين يورو لازين لانه غالي كلش الشحن وداخل اوربا هي حقلت الشنين فقط الجنطة اللي بتشتف ام يعني الجنطة الشخصية او بالظهر جنطة مثل ما المدارس ما الاطفال تخليين بيها وزن عشر كيلوات ثمان كيلوات مسموح عادي جدا فالمهم احنا يعني ما قدرنا نانه حقيقة الجنطة ماشي لغير خمس كيلوات اللي تنشال بالظهر فاخذت تقريبا خمستاش كيلو عالظهر والباقي اخذت جنطين يعني اربعين كيلو هذو اللي دفعنا عليهم الفلوس فهنا راح ارجع كل شي المكانه الخواشيق السجاجين الشاطلات كلها راح ارجع حياتي تعالي جسي تعالي حبيبتي جسي اهنانه قلت لكم راح ارتب كل شي قبل ما اطلع من البيت مثل ما اخذتها لازم اسلمها الى بس الفرق انه هذا البيت كان على تنظيفي وعلى ايدي اه يعني كد يعني هو ما راح يجي احتمال ينظف مرة ثانية او هاي السالفة موجودة بس يم العراقيين بعد ما ادري هاي ظلت يمهم المهم عني شنت مأجرة من شخص ايطالي المكان ازين وهو اساسا بنته على اساس كانت تجي نهاية الشهر يعني المفروض هسا هي جاية ثمانية وعشرين بالشهر وبعد ما ادري ولو هو قال للحماتي اذا يردون يبقون خلي يبقون بعد عشر خمستعاش يوم ما كو مشكلة بس انا ما حبيت ابقى نهائي قلت لا خليني الهنانة وكافي مصاريف كل شو هواية اه يعني المبلغة شنة دانطي مبالغ بيه بالاضافة الا انه الغاز قلت لكم نهائي ما كان يعني يكون زين قوة شنة احمي الحليب او احمي اكلاني جايب تمام برا والفرن مالتا همي انا مو هالقد وبعد ما اش كاتبنه؟ كاتبنه انه طف الغاز اهنانة ولازق لي اياها يعني يعرف انه الغاز مالتا لطبخ مو تمام المهم فمو بس هالشكل التدفئة يعني تجنده احتي ويا زوج حماتي دا وقل لي يعني والله جريمة واحد ينطي هالقد فلوس وهو كاتل البرد بارده البيت كلش بارد لانه بيمة داخل كل شو هواية يدخل هوا يعني واحد اذا ينطي فلوس وهو دفيان بالبيت اوكي ما كو مشكلة بس يعني هم بردانه وهمينه انطي هالقد فلوس بحجة التدفئة لا والله يعني اني لو كنت مطفية كل شي لغاز نهائي مطفيته وشنة ما اغدت لي صوبة كهربائية كان افضل الي بهواية المهم بتعرفت على البنية بساحة فشانت تقولي بصراحة هذا يعني يعني يمكن شنتي دا دفعين مال العمارة كلها مو بس مالتت المهم عدت على خير وسلمنا المفتاح الابن حماتي والمفروض هو اليوم بعد يجيب الاغراض المتبقية ويسلم له المفتاح ويسلم